السلام عليكم اشتركوا بروكا بالصحة اليوم قبل التحضيرات الرمضانية سوف نجد جميع بروات مالحين بالتجاج سوف يأتيون بمعلكين و جدا اقتصاديين يعطون كمية كبيرة سوف نرى كيف نحتفظ بهم في المجمد بدون طعي فبقوا مع هذا الاخر الفيديو نرى المقادر وطريقة التحضير قبل أن نبدأ أريد أن أشكركم كثيرا على التعليق والمحفزة والدعمكم دائما و مرحبا بالنسبة للقناة إذا أعجبكم المحتوى في القناة لا تنسوا اشتركوا 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 جديد بالنسبة للحشوة أنا أخذت جوج جاجات كبيرة من فئة جوج كيلو 4 حتى جوج كيلو 1 إذا سأخذتكم لن يحطركم المقادر والطريقة في نفس الوقت لنأخذوا و دائما كيف أقول شرح من القلب اخذت جوج جاجات قسمت كل واحدة على جوج و غصلتهم مزيان بالملح والحامض والسكين جبير و خليتهم يتسقطرهم مزيان و اخذتت ساكتر الى الطوب و نشفتهم من الماء لكي يدخل العطرية جيدة ثم نضيف موس من الصدر والفخيطات سوف نأخذ قبيطة القزبور مع نوس وحامد مصيره سوف نأخذ ريسة التومة سوف نضيف العطرية معرقة كبيرة ومعرقة صغيرة ومعرقة الكبيرة لأنه كبيرة في الكبير وكيف يجب أن تسجل الزفور سوف نضيف العطرية صغيرة خارقم عطرية جيدة وعطرية جيدة وعطرية جيدة ثم نضيف الكبيرة ونصف كبيرة ونصف كبيرة فأنا لم أضيف الملح سوف نحضر هذه المكونات كلها حتى نساج مليا سوف نأخذ الدجاج ونشرمه بهذه العطرية ونحاول ندخل هذه المغينة جيدة في الفريحات سوف نغطيه بالبلاستيك غدائي وندخله للتلاجة ليلة كاملة او اللي قمت بتصباح تلاشية يعني سوف نحاول مبقف هذه العطرية كي تشربها وكي يجي لديد بزاف وكي يطيب دغياء وكي يجي نحتفتي بعد ما قمت بتلاجة ليلة كاملة اخذت الموت للفران فرشت له بابيه سلفاريزي وستفت الدجاج وقدرت اهليه دين وعزة ديال الزبدة وغطيته مزيان بابيه سلفاريزي ودخلته الفران رغمك ياخدش الوقت اللي بنات بزاف يعني ما بين 25 حتى 30 دقيقة كي طيب انا خليته بالجلده ديالو حيث بغيت نطيبه في الدار يعني يحتل من بعد ونحييدها وإلا بغيت تحييدها له من الأول من الأحسن طيبه في الفران الزنقة باش يجيكم ارتب وفتي خديت مقلة انا مولفا كان نقول لكم مقيلة ولكن تبارك الله هذي كبيرة وما كتلصقش خديتها سباسيال هذي اللي غوثات اللي كيكونو لكمية ديالوهم كبيرة قدرت فيها معلقة كبيرة زبدة حيوانية باش تطني لدى زوينة لهاد الحشوة سنشحر فيها جوج بصلات كبار وجوج خيز زويات حكيتهم في الحكاكة موين وخليتهم حتى دبالو وضفت لهم جوج حكاك صغار ديال الشامبينيون اللي حتى هو قطته طريفة صغار ومن بعد كيف كتشوفوا زيتها على هذي العناصر الامريقة اللي تلقى لها جوج بعد ماتاب ما كان نضيع هاش لحقاش فيها البنة كلها سافي نشحر الحشوة ديالي مزيان وباش تنشف كنضيف لها جوج معلقة كبار ديال الميزانة وفي هذه الطريقة دغية توقف وكتنشف وغن نسمها بمحلقة صغيرة ديالي بزار وليها تريع ديال الجيش وباش كتتتحلك لي الحشوة وكتتلد مزيان كنضيف لها سبعة الفرماجات من ثلاثين بينوك هات الفرماج حمر وميتين جرام ديال جوبن أبيض لايت كنغطي المقالة ديالي حتى كنزل البوخار على الفرماج باش كيدو بليها تغياء وكيد تطلق وكنت في البوطة صافي كنخلط هات الحشوة مزيان حتى كنساجموني المكونات كلهم وكنكون في هاد الوقتة دايجة انا تبلية جاجو برد وحيت له الجلدة وفرتته بالحق كنخلي طريفات طوال ماشي كنفرتته بزاف كنخلي طريفات بانين كنحاو نخلط هاد الهناصر كلها ومنين كاتب ردلي الحشوة كنضيف لها ميتين جرام ديال فرماج أحمر محقوق وإلى أرضيته البال راني مادرتش الملح حيث الفرماج مثلت الفرماج حمار والجبن كلهم مالحين ولكن دقوا الحشوة ديالكم ولا بغيتوا تزيدوا شوية الملح يعني الملح دائما كيف كنقوله كتبقى حسب الطوق بالنسبة للورقة انا كنفضل ديال البوخار حيث كتكون رقيقة ووخاكت طويوها بزفد المرات كتجي مقرمشة وزوينة خديت الورقة حجم كبير وكل لوحدة كنقسمها على جوج وعلى جوج سمحونية وكنننزل الحشوة كنشكلها متلات كي يجيوني البرايوات مقادين وعمرين حتى من القنيتات هذه هي طريقتي ونعمالما البرايوات الحلوين هم اللي كيكونوا صغار ومحيطقين اما هذول مالحين كيعجبوني ان يكونوا كبار كيشبعوا غير وحدة كافية وفي الفيديو غيبا لكم كيفية نطويهم سوف أتبارك الله لكم كلكم حادقة وتعرفوا كيف قادمهم ومي كنكملهم كان قادم مشكلهم كان قطع الفائد الورقة بمقيس وكان نلسق الأخر بأبيض البيض وهو كولا سبيسيال يعجبني حسن من الطقيق اللي كان نخلطه مع الموقع بأبيض البيض كي يخلي البرايوات منقية وكان نبقى بهذه الطريقة حتى نكمل الورقة والحشو اللي عندي أنا هنا استعملت كيلو ديال الورقة وبالنسبة لطريقة الاحتفاظ بهم في المجمد كان نسمى بحال هذه البواطات فيهم سيليكون في الغطاء لا يجعلوا الهواء يتصرب من الجناب وكانت في البرايوات وكانت في الراقبيناتهم بالبلاستيك غذائي ونصيحة جد مهمة من تريد الطيبهم لا تجعلهم حتى يدخونج يعني تخرجهم وتجعلهم على البراحة حتى يتطلقوا يعني كتكونوا مجدين لما القلاة ديالكم فيها زيت سخونة أو للفران يكون سخونة لـ ١٠ دراجة يعني على حساب لا يريدون تطيبهم يعني يمنع المقلة أو للفران لكي يجيكم زوينين ومقرمشين اخذت الكمية البرايوات التي أكلنا كل اليوم ونزلتها في المول فرشاله أو لا تقدروا تهنوها عادي بزويتها ونزلتها البرايوات كلهم وندخلهم الفران في الوسطاني وعلى درجة حرارة ملفق يعني العافية ملفق والتحت ونجعلهم حتى تحمروا يأخذوا اليالون دهابي وكان هذا هو الشكل النهائي للبرايوات اليوم يأخذوا الداد مل لا تشبهوا منهم البنات ترى كيف يأخذوا من الداخل زينتهم بالفرماج حمار حمار وطمات سوريز لإعطاء كالوينات يأخذوا الكثير إن شاء الله تجربوهم ونعجبوكم اشتركوا دائما بلايك وابوني وفعلوا الجرس لكي يصلكم دائما الجديد بالصحة والراحة خليتكم على خير إلى فيديو قادم بإذن الله